اهلا بحضراتكم من جديد قبل الفاصل وقبل ما اطلع الفاصل كنت بتكلم على حالة سيدة مصرية من محافظة الجيزة وتقريبا من قرية اسمها قرية جزاية وبعتين لرسالة بيقولوا الست بتقول انا عند ثلاث اولاد وواحد عنده سرطان في المعدة والتاني عنده سكر ومحتاجة ان اروح اكشف بس عايزة الفين جنيه عشان اروح اكشف على ولادي واتكلمت بشكل يعني عفوه زي ما قلت الرسالة جبتها في ثانية الموضوع في الفاصل اتصل بيها من الرئاسة واستجابة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر وعاجل في دقائق الى علاج هذه الاسرة والتكفل بعلاج هذه الاسرة بشكل حقيقة يعني اثرني واثر فيها بشكل انه ما خدماش دقيقة دقيقة في الوقت لأ كل طلبات علاج هذه الاسرة الرئيس بيستجيب فورا وخلال دقيقة واحدة من ازاعة هذا النداء وده رسالة رسالة لكل مصري الحقيقة وانا بقول انه سات الرئيس بيتكلم وبيتصرف كانسان وبقول ان احنا تصرفاتنا يجب ان يغلفها ايضا ويكون في جوهرها الانسانية وبقول دايما خلينا افتكر ودايما بافتكر كلام محمود درويش فكر بغيرك لو كل واحد فينا افكر في غيره وانا قاعد في بيتي قاعد مسؤوف وقاعد في تكييف اشوف الناس اللي قاعدين في الخيمة والناس اللي قاعدين في الشارع والناس اللي قاعدين كذا لو احنا فكرنا بهذا الشكل اعتقد لن يكون هناك مشكلة الرئيس بيفكر بهذا الشكل الرئيس كلما سمع كلما رأى كلما تابع كلما رأى بشكل من اشكال المتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد بيكون هناك حالة من حالات التفاعل والموافقة السريعة واستجابة المباشرة دون شروط شفنا على مدار السلعة 8 سنين كم استجابة السيد الرئيس فعلا استجاب دون قيد أو شرط أنا بشكر السيد الرئيس وبشكر مؤسسة الرئاسة وبقول فعلا الشعب المصري عندما وقف وأشار إلى هذا الرجل أنه هو يتحمل مسئولية منذ سنوات عدة كان اختيار في محله إنسانيا وأخلاقيا وتوعويا واستراتيجيا دمت زخرا سيادة الرئيس خليني أرحب بضيفي ست لواء طيار هشام الحلبي المستشار بإكاديمية ناصر العسكرية أهلا بحضرتك والنهاردة إحنا قاعدين بنتكلم على موضوع مهم جدا إيه أحد أهم الإنجازات اللي تحققت خلال السنوات الماضية هي القضاء على الإرهاب في موجاته الأعنف صحيح وعملية شاملة لسيناء عملية في 2018 ونتائجها اللي إحنا بالحمد لله عايشين في رحاب هذه النتائج لكن مر ست سنين على معركة البرس وهذه المعركة كان لها في ضمير كل مصري قصة وحكاية ورواية لأنه ما تحقق الآن لم يتحقق مجانا ما تحقق تحقق بفواتير مرتفعة الثمن لا تقدر بمال النهاردة أعد مع حضرتك علشان تقرأ الصورة والخريطة من أعلى نقطة إحنا إيه اللي عملناه وصلنا لفين والمستقبل إيه؟ حاج محقق تماما أن لولا مكافحة الإرهاب بصورة نجحة وفاعلة وسريعة ما كناش نقدر نعمل رشعات تنمية ولا نقدر نعمل أي حاجة في مصر المشكلة الرئيسية في الإرهاب اللي بدأ من 2011 إن ليه شكل مختلف تماما عن أي إرهاب موجود في العالم أو شفنا قبل كده أولا الإرهاب كان أول هدف ليه هو إنشاء قاعدة إرهابية داخل الدولة المستهدفة هو عايز جزء من أرض الدولة وده اللي شوفناه في كل الدول حالينا عايز يسيطر على جزء من أرض الدولة تحت مظلة دينية ومطالب عرقية وده كانوا هم الحية يعني يعني عايزين بس جزء ولو بسيط من سينة يرفعه للعالم فده نقطة قنات خطيرة جدا وده تغير جهري فيه هدف الإرهاب النقطة التانية المهمة جدا إن الإرهاب ليه تمويل خارجي والتمويل هو الحقيقة إنه هو كذا نعم إنه نوع التمويل أولا سلاح والزخيرة تسليح جيوش وده كي بتزيلت معهم سواريخ مضادة للدبابات ومضادة للتقارات الحسين في اليمن ضربين على السعودية فوق الـ 500 ساروخ أرض أرض تسليح جيوش فوق الـ 500 ساروخ بسرعة عالية جدا ووصل تمويل داعش في اليوم حوالي 3 مليون دولار بزيلت معهم في سينة ألف الدولارات النقطة التالتة المعلومات معهم معلومات أجلسة مخابرات يعني فيه بعض الجماعات الإرهابية معها صور أمر صناعية ودي مشكلة كبيرة إنه إرهاب شايف هو راح فين النقطة المهمة الانتقالات تخالف أنه ما يبقى فيه 17 ألف إرهابي جايين من سوريا إلى ليبيا هذا الانتقال الممنهج يعني ضخم جدا لأربع أنواع من أنواع التوميل دول بيخلوا الإرهاب يستمر في المنطقة أنا عايز أقول لحداتك شكل إرهاب اللي كان في المنطقة شكل دي احنا كنا جزء من المنطقة ودي كانت المشكلة الأكبر أن الإرهاب اللي كان موجود في مصر وإرهاب جزء من الإرهاب الموجود في المنطقة وإرهاب له هذا الشكل المريع اللي ما كانش موجود قبل كده على مر السنين وبالتالي والإرهاب كان عنده قدرة على شن العملات النفسية يعني ما تشوف إرهاب بيجيب واحد يموته يحطه في قفصه ويحرقه ويغرقه ويعمل عملات نفسية دي كان مقصودة لكسر هيبة الدول وكسر هيبة الناس والنقطة إما بيخش على مدينة أو قرية جديدة بيلاقى ناس مشيت وده اللي خلى يمشي عدد كبير جدا من سوريا ووصل معهد الخمسة مليون سابوا سوريا وبالتالي أنا عايز بس أذكر المشاهدين بشكل الإرهاب كان شكله إيه فكانت أول خطوة في مكافحة الإرهاب بالحقيقة يعني ما عايز أقول حركة 36 دي أنقذت مصر من اتجاهات كتيرة ويمكن مكافحة الإرهاب كانت أهم هذه الإنجازات أولا تم عزل الإرهاب الموجود في المنطقة والموجود في مصر ودي كانت نقطة مهمة جدا وهي السيطرة الكاملة على الحدود السيطرة الكاملة على الحدود كانت أهم الإنجازات الرئيسية في مكافحة الإرهاب اللي بره بره واللي جوه جوه وتم الحية بصورة علمية محترفة بالتعاون مع الشرطة والتعاون مع المدنيين والقوات المسلاحة طبعا تدير هذا الموضوع تم القضاء على الإرهاب الموجود في مصر وكانت العملية على كامل أرض الدولة عشان الإرهاب ما ينتقلش من مكان لمكان فكان الحقيقة دي نقطة مهمة خليه بس يعني سات الرئيس في استجابته سريعة والعجلة الحقيقة يعني أنا متأثر جدا لأنه الرئيس بيستجيب لي كل الطلبات لكنه السرعة والمتابعة خصة في المرض لأنه ده بيقلم أي واحد حتى السليم والله يعني ما هتلاقي حد حد تتعبان الواحد بيتألم جدا خاصة إن هو مش قادر يروح يتعالج أو يمكن مش عارف حتى يروح فين قد يكون الدولة عاملة يعني لكن الاستجابة السريعة دي خاصة أنا من كيفهمت مكان حدث إن فيه أطفال أو يا الخائقة أنا أم بتقول يعني أنت كل الأمل إنه تروح تكشف أنا متأكد أنا ساتلوة أنا يعني أتكلم منتلع في هوية سات الرئيس في تقريبا 2018 إبراهيم في جامعة القاهرة في مؤتمر الشباب وكان فيه تقرير إتناشر اتزع قدام سات الرئيس عن الحالات بتاعت قائمة التظاهر وإحنا عاديين عاديين بنشوف التقرير جاب حاجات أنا أنا قاعد شايف الرئيس يعني كإنسان لم يتملك نفسه من الدموع غالبة الرئيس ولم يستع رئيس أن يغالب دموعه لأنه شايف أسوأ حاجة في الدين ربنا ما يكتبع لحد المرض المرض ما يكون لحد مريضه مش قادر المرض هو يعني حالة حالة يعني الإنسان يقف أمامه عاجزا خاصة لو هو العيان ولاده فدي نقطة بيبقى الحقيقة التأثر فيها يعني فالاستجابة هنا الحقيقة بتبقى يعني بتسلك صدور يعني الناس كلها أنا فعلا الحقيقة ساتلوة بقول إنه ما تحقق خلال السنوات الماضية حتى في قطاع الصحة الرئيس دائماً بيتكلم بحاول ينبهنا وينوارنا إلى في مشاكل فكر خارج الإطار صحيح فالرئيس هو ضرب مثل فكر خارج الإطار في موضوع المبادرات الرئاسية صحيح لو اعتمدنا على العمل التقليدي والروتين والجهاز إدامة دولة ما بيجيب سنتيج مشاكل بيجيب فالرئيس عمل مبادرات لو لم والله هذا كلام سمعته في أكثر من دولة برة لو لم يقم الرئيس بأي عمل إلا القضاء على فيروس C نكف كنت تتألم جداً لما حد يقول لك مصر رقم واحد في فيروس C فكان أنا حدثت أسأله بعفوية برضو أقول له مين اللي عمل مسح للعالم كله وطبعاً رقم واحد ما حصلش الكلامته فكاد شائعة بتطلع كانت بتقلمنا وإنه لما أبقى عندي فيروس C مين اللي سايح اللي حيجي لي حيجي يتعدي يعني ولا مستثمر فكون يتعمل مبادرة ممنهجة وتقضي على فيروس C وعلى فكرة منظمة الصحة دخل كانت بتتابع ما نقوم به وبالتالي تقضي عليه بهذا الشكل تماماً فده أساس للإستثمار مش عايز أقول أساس للصحة بس يعني أتصور إنه ما جرى في قطاع الصحة وبتكلم أنا تاني والله بقى بشكر سيد الرئيس سيد الرئيس شكراً 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 وده مش جديد ومش غريب على الرئيس الإنسان واعتقد إنه ده دور مجتمعي إحنا لازم نقوم به إحنا كمال لازم نتواصل نقوم به يعني إحنا دورنا من غير ما يكون في المجتمع هذا التصرف أنا عايز أقول إنه هو يكون مثال ورمز لنا كلنا اللي قادر يعمل حاجة ما يتأخرش سيد اللي هو يعني خليني أقول لحضرك إنه العملية الشاملة 2018 اللي حصلت في 2018 صحيح في سيناء كانت ماشية في مصرية يا كانت على كامل مصر يا في سيناء صحيح لكن برضو كان ما نقدرش إنه منها كانت ماشية على كامل أرض الدولة المصرية صحيح وأهم حاجة فيها إنها السيطرة الكاملة على الحدود أنه تحكي الإرهاب موجود في المنطقة ومازال موجود عشان نكون أمنة فكان لازم أعزل الإرهاب اللي موجود في المنطقة الإرهاب موجود في مصر عشان ما يخش ليش لا إرهاب ولا دعم الإرهاب اللي جوه صحيح هذا العزل في منتهى الصعوبة تكلم على حدود الضلع الواحد فوق 1250 كم سواء في الغرب أو الجنوب أو السواحد وهكذا فكانت دي نقطة في منتهى الهمية في دولة ما قدرش تعملها دلوقتي سواء اللي هو فيه وحدك بتكلم يعني ما سرحتش منك بس جلب خاطري هو كل اللي تعامل على مدار 7-8 سنين إحنا مصر تعرض لموجود إرهابية كثيرة صحيح موجود في موجود في موجود كل موجود كان لها ظروفها بس دي كانت أخطر موجود اللي احنا تعرض لها دي الأعنف الأعنف واللي كانت فعلا كانت أن تصل إلى قلب الدولة المصرية واللي لها تمويل خارجي كل حاجة إحنا ليه بننسى وإزاي نفتكر وإحنا ليه الناس مش عايزة أقول مش مقدر ناس مقدرة طبعا لكن ليه مش حطينها قدامنا كنصر قومي نصر وطني إن إحنا قضينا على الإرهاب وبقى مجال الفخار الوطني إحنا فعلا قضينا على الإرهاب في دول أكبر وأغنى مننا فاشل اتهاد في دول بعد ما حربت الإرهاب 20 سنة أهدت معنا تبصد في وضع تتفقت معنا ما خلينا نكلم بالصراحة شحيح والأمريكان حرب الإرهاب في أفغانستان داخلية على 17 سنة وفي الآخر قاعدوا مع طالبان عاربي صفوضات بعد صرف كم مليار؟ كم ترليون؟ ده عارب كان كم ترليون؟ من كترة ما كانوا بضربوهم يعني ما فيش نتيجة كانوا بضربهم بقنابل اللي هي عشرة طن دي بتشيلها طارت نقل دي الموجة الانفجارية أساسا بتهد بيوت وبالتالي كانت المشكلة الرئيسية إن الإرهاب له شكل جديد ما كانش موجود في العالم كله قبل كده قصتا في المنطقة فعز الإرهاب ده كان الخطوة المهمة جدا ودي نقطة أنا شاف إنها ده نجاح في البعد القانوني ما ننساش أبدا إن فيه قانون مكافحة الإرهاب قانونة 94 لسنة 2015 وهذا القانوني الحقيقة خلى قوات المسالحة والشرطة بتتحرك تحت مظلة قانونية حتى اسمها قوات إنفاذ القانون ودي ما حصلتش كتير في دول وبالتالي كان البعد القانوني بعد حاكم وموجود ومطبق النقطة التانية كان البعد الإنساني إن أثناء مكافحة الإرهاب في المناطق خاصة أهلنا في سينة كان فيه قيود على التحرك وفيه بعض الصعوبات بوجهها أهلنا كان قوات المسالحة بتمدوم بالمواد الغذائية وأيضا الدعم الطبي وكل أنواع الدعم ودي نقطة لأنه دول أبطال ودول اشتركوا الحقيقة فيه مكافحة إرهاب بيئة المعلومات مش عايز أنسى أبدا إن الإرهاب يعني الحقيقة منظومة المعلومات اللي كانت الحقيقة كانت بسعب تعتمد عليها والشرطة كانت منظومة معلومات محترفة وسريعة ومتكملة أساس مكافحة إرهاب إنك عندك معلومة دقيقة وإيه اللي حتضرب مدني ودي نقطة حاكمة وفريقة في العقيدة المصرية سواء عند جيش الشرطة عايز معلومة سريعة دقيقة متكملة ودي كانت النقطة المهمة جدا في مكافحة الإرهاب ودي اللي نجحت مكافحة إرهاب في مصر للدرجة إن كان فيه عمليات مكافحة إرهاب بتتوقف علشان الإرهابين اللي أنا حضربهم معاهم زوجاتهم وأولادهم عشان زوجات الإرهابيين وأولاد الإرهابيين النقطة دي موجودة وتوقفت عمليات بعينها علشان أنا ما أستهدفش ناس مش إرهابيين وفيه مقاتلين دفعوا حياتهم تمن التحسب والحذر إن العربية اللي جاي عليه ودخل عليه دي بتكلم على فنتاص مية أو عربية إسعار تمثل هي مفخخة وبالتالي دفعوا تمنهم في سبيل في التحسب والحذر عشان أنا مش عايز أقزي مدنيين ودي كانت من أحد العناصر مهمة جدا في ناس دول بتكافح إرهاب بس تواجههم مشاكل كبيرة جدا من المدنيين وبقوا ضده مش عايز أسمي أسماء دول وحصل مشكلة بينه وبين الدولة دي وقد تستمر لسنوات طويلة الحقيقة مكافحة الإرهاب كانت هي الأساس لأي مشروعات سواء تنمية أو غير تنمية بدون أمن ما تفش عمل أي حاجة برضو قساتل هو في النقطة دي تحديدا فكرة الأمن ولا التنمية فكرة مكافحة الإرهاب ولا استمرار عجلة التنمية الفكرة دي في حد ذاتها كانت اختيار موجود في مصر عبر عقود صحيح رئيس يسي قال إنه كده بشكل واضح جدا قال ما عنديش رفاهية الاختيار صحيح وما عنديش رفاهية الأولويات كله أولويات كله في وقت واحد كله متزامن كله ماشي مع بعضه لأنه اكتشف إنه ما فيش حاجة اسمها أقضع الإرهاب دون تنمية صحيح الطبيعي إن انت تقضع الإرهاب وتعمل تنمية دول بتعمل كده لكن هنالك ماشيين في المسارين مع بعض يعني أسناء مكافحة إرهاب كان بتعمل ازدواج لقناة السويس وأيضا الأنفاء كانت شغالة لتحت القناة وفي مشروعات موجودة جوه سيناء بتتعمل وعلى كامل أرض الدولة المصرية فكان الحقيقة فيه ثلاث مسارات مهمين جدا مكافحة الإرهاب مشروعات التنمية مكافحة التطرف لأن الإرهاب ده قبل ما تكون إرهابي كان متطرف فإنه لما كفحتش التطرف التطرف ده حيفرخ الإرهاب تاني التلاث مسارات دول كانوا ماشيين في وقت واحد وللأسف إن الإرهاب والتطرف موجودين خارج الحدود وكلا الظاهراتين ظاهراتين عابرتين للحدود ودي مشكلة لغاية دلوقتي عشان كده كان فيه تعاون ما بيننا وبين بعض الدول وقدرنا ننقل تجربتنا إلى الدول بعينها من خلال قوات المسلحة في التدريبات المشتركة مش عايز يقول لحارتك في النجم الساطع وتدريبات المشتركة كبيرة ودول عظمى زاد سيقن السياسي وعسكري جات هنا علشان تقول حطولنا في موضعات التدريبات المشتركة الحرب غير التقليدية وخاصة مكفحة الإرهاب داخل مناطق سكنية ودرنا نقل تجربتنا أيضا لدول حوالينا دول إفريقية فأنا شايف أن كانت تجربة الحقيقة نجحة يعني أرجو أن يمكن الإعلام يديها مساح أكتر لأن لنا الحقيقة بقوله برضو في النقطة دي أن ما زال إرهاب موجود في المنطقة هذه نقطة المهمة ما زال إرهاب موجود في المنطقة وأنا كمصر يمكن أقل المتضررين ويمكن أنا صاحب فكرة قوة عربية مشتركة لكن الحقيقة ما كانش فيه استجابة لهذا الموضوع من ضمن الحاجات المهمة جدا في مكافحة الإرهاب وهو القدرة العالية للقوات المسلحة على العمل خارج الحدود لمسافات كبيرة والأزمنة طويلة ومش عايزين ننسى أن نوعية التسليح اللي موجودة وحجمه بيمكننا من كده وأن أنا عندي إمكانيات اقتصادية عالية القيمة في المياه الاقتصادية زي حقل ظهر وحقول البترول والغاز وأيضا خطوط الملاحة البحرية كل ده زينا متأمن الإرهاب اللي موجود في المنطقة إرهاب معا دعم من دول بجلس مقابراتها فعنده القدرة أنه هو ممكن يستهدف لك حق من قدرول البترول أو حقوق الغاز وده اللي خلانا الحقيقة امتلاك القوة التي تستطيع العمل خارج الحدود لمسافات كبيرة ده إدى ردع للإرهاب والبعد القانوني مش عايز أقول حق بالقانون 24 2015 أيضا من ساق الأمم المتحدى المادة الفاس سابق المادة 51 إن أنا بتحرك بأسلوب قانوني واتضرب الإرهاب في ليبيا تحت مظلة قانونية من مساق الأمم المتحدة فالشكل القانوني كان شكل يعني حاسم وموجود بقوة في مكافحة إرهاب عشان كده ولا دولة عظمة ولا حد قدر يفتح بقه وأنا بكافحة إرهاب وبضربه خارج الحدود كانت تجربة سرية الحقيقة أو تجربة أنا أتمنى أنها يعني يعني يتم تناولها بشيء من التفصيل خاصة أنها بتتم في مصار مع تنمية ومصار مع مكافحة تطرف ودايما كان المواطن نفتكر كان الجيش والشرطة بيحط بعض الأرقام التليفونات يقول بلغ عن أي حاجة تحس أنها غير طبيعية يعني كون جزء من منظومة المعلومات أنا برضو بقول للمواطن خلي بالك بص للاحداث بعين أمنية صحيح لو لقيت حاجة غير طبيعية لا تتأخر أبدا في إبلاغ القوات المسلحة والشرطة لأنه أمن أمننا إحنا كلنا أصلا بالضبط مش أمن يعني فكرة الدولة إحنا جزء من الدولة كلنا كأصار المعلومة تسوي حياة فحي حياة مدني أو حياة جيش أو شرطة فخلي بالك لأن أنا بأكد على النقطة الإرهاب لم ينتهي من المنطقة وما زال الدول تستخدمه في تحقيق هدفها الإرهاب لم ينتهي من المنطقة ولم ينتهي من العالم وهناك أيضا يعني مش عايز أقول مخازن الإرهابيين موجودة في شمال السورية احنا كلنا ما زال الدول تستخدمه داعش لم تنتهي ما زال الدول تستخدمه لأنها إيه لأنها أرخص صحيح أرخص صحيح فأنا عشان كده أقول المواطن خلينا دايما عارف سبتك الكلمة اللي كنا قلنا زيانا خلي السلاح صحيح خلي السلاح صحيح آخر حول تحركات الإرهاب في المنطقة خلال الفترة الحالية خاصة منطقة بحيرة شاد والصحراء الأفريقية صحيح شكرا يعني مشاهدينا مرة أخرى كل الشكر والتقدير والعرفان لاستجابة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العجلة والمباشرة على الحالة اللي عرضناها منذ دقائق في الحالة وكان استجابة سيادته للتكفل بعلاج هذه الأسرة وهذه السيدة وأبنائها المرضى بشكل مباشر وكل اللي هم عايزينه السيد الرئيس وعد إنه يتعمل وفورا فقط إن شاء الله البيانات الخاصة بهذه الحالة بترسل إلى الرئاسة و يعني سرعة الاستجابة الحقيقة درس لنا كلنا سرعة التعامل درسي لنا كلنا وأيضا بقول للناس لأهلينا في كل مكان اللي عنده مشكلة اللي عنده حالة بيعرض علينا وده دورنا في الإعلام وإحنا خدمين لطراب الشعب المصري سيد الرئيس بيدرب المثل وإحنا لازم نمشي في هذا السياق شكرا مرة أخرى سيدة الرئيس على الاستجابة السريعة وعلى اللفتة الإنسانية اللي احنا متعودينها من سيادتك دائما كل الشكر والتقدير مشاهدين الكرام فاصل ونعود لنواصل فقرة الحوارية الأخيرة من حلقة الليلة تتناحق الأحداث وتتصار أهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية هذه الحلقة مهمة للغاية